صباح نور خديجة تحية لك تحية لليسمح فينا لكل من جوهانزبورغ والموجود وفد النجم ريدي الساحل اللي كان وصول البارح تقريبا في حدود 9 تعليل بوقت تونس إلى جنوب أفريقيا كما قلت عبر رحلة خاصة دامت أكثر من نساعة بحكم سكال تكنيك اللي كان عملته الطائرة في الكاميرون لنقل اللعب فرانك كوم مع الوفد تقريبا كل ملاعبية حاضرين اللي وجهة لنفوز البنزارة الدعوة للمشاركة في مباركة النهائي مع بغداد بنجاح حليب بشوصل إن شاء الله بعد ساعتين أخرين للجوهانزبورغ قادم من فرنسا بعد رحلة انتلقت من جزائر العاصمة بحكم ارتباطه في المشاركة في تفسيات كأس العالم 2018 مع مضخب بلادو الجزائر بشيكون مرفوخ بالمدير اللوجيتي للإتوال فؤاد الشتالي هكا يكمل لكن الفكتيف ما ينجم يكون يتم بعد عرض الحارس أيمن البلبولي على فحص جديد لليارين بش يتم اليوم إن شاء الله البلبولي يخضع الفحصات التبية جديدة بعد الإصابة اللي كانت تعرضي لها في مبارات موريتانية اللي كانت جمعت منتحبنا الوطني كما قلت بالمنتحب الموريتاني موريتاني الدكتور فيسر الخاشنوي كان جاهز كل الأمور ورتب كل الأمور باش ينجم أيمن البلبولي يعمل اليوم صباح كما قلت الفحص التبية والتأكد من جاهزية أيمن البلبولي الصحية للمشاركة في مبارات النهار السبت زادة خديجة إذا كان نحكيه على الجانب الجمهيري نعرف كل نهائيات ديما الجمهير تتنقل مع الفريق انتحب كما أكثر من 150 محاب للنجم الرياضي للساحلي كانوا تحاولوا لجنوب أفريقيا يوم أمس ومن المنتظر أنه اليوم زادة ريوصوا بعض الأحباء قادمين من فرنسا أو عبر بلدان الخليج كما موجودين جانب من الجانية التونسية المتواجدة في جنوب أفريقيا بعض العائلات التونسية المعروفة والتي استقالها أنها ديما تكون حاضرة وتساند فريق النجم الرياضي للساحلي في كل المقابلات وإلا أي فريق تونسي إذا نحكيه وزادة على الاستعادتات الملعبية الملعبية محاضرين رواحهم نفسنيا للمباراة يعني مباراة تتلعب على 180 تيخة من بين الملعبية اللي بيشكونوا حاضرين في النهاية أي من الترابيلسي نسموه مع بعضنا والله إن شاء الله الأولاد لكل مركزينكم من فوق عارفين ما يشفينا المشكلة للمشكلة الأخرين إن شاء الله الأولاد لكل عاقدين العزم بشرة الراحة بنتيجة إيجابية حاطين في بخاخنا فأما ما تشبرك لي وما يشل عليه وإن شاء الله الكوب يكون ما نحصله من جنوب فريقه إن شاء الله هذا كما يمن الترابيلسي يحكي ويقول أنه الكوب إن شاء الله تتحسن من جنوب فريقه إن شاء الله والتأكيد على أهمية مباراة الذهاب حتى الفريق المنافس كما قلنا في تدخل البارح كان عقادة المدارة بنتاو ندو الصحفية وقال أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة على ممثل تونس النجم الرياضي الساحلي وقال أنه يعرف كل ملعبية اللي توالي ملعبي ملعبي يعرف نخاط القوة نخاط الزعف كما قلت ممثل كورت القادمة التونسية تقريبا برنامج اليوم بش يتم حاسمه في الساحلي لأنه كان الوسول في ساعة متأخرة تقريبا في حدود نصف الليل الملعبية دخله لنزل الإقامة نحكي نصف الليل بتوقيت جنوب إفريقيا اليوم بش تتحدد إذا كانت موجودة حاسة تدريبية صباحية من عدمها لكنه ثابت أنه موجودة حاسة تدريبية مسائية بش تم في ملعب آخر وغدوة بش تكون الحاسة التدريبية في الملعب الرئيسي ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبورغ